موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي بكم أعزائنا الطلبة في كيمياء الصف 11 اليوم سنستكمل ما تم دراسته في الحلقات السابقة عن أنواع الخلايا الألكترو كيميائية فقد درسنا الخلايا القلفانية وسندرس اليوم الخلايا الألكتروليتية الخلايا الألكتروليتية وذلك كله بعد الفاصل نلتقي بعد قليل موسيقى عدنا من جديد عزائنا الطلبة اليوم سندرس الخلايا الألكتروليتية ما هي الخلايا الألكتروليتية؟ تنقسم الخلايا الألكترو كيميائية إلى خلايا ظولتية أو غلفانية كما درسنا سابقاً وخلايا ألكتروليتية ما هي الخلايا الألكتروليتية؟ يجب أن نعرف بعض التعاريف البسيطة التي ترتبط في هذا الدرس أولاً العمليات التي تستخدم فيها الطاقة الكهربائية لإحداث تغير كيميائي تسمى هذه العمليات بالتحليل الكهربي أو ألكتروليسيز إذن العمليات التي تستخدم فيها الطاقة الكهربائية لإحداث تغير كيميائي كما درسنا سابقاً التغيرات الكيميائية هي تفاعلات الأكسدة والاختزال طيب ما هو الجهاز الذي تجري فيه عملية التحليل الكهربي؟ هذا الجهاز الذي تجري فيه عملية التحليل الكهربي يسمى الخلية الألكتروليتية إذن الخلية الألكتروليتية هي خلية ألكترو كيميائية تستخدم لإحداث تغير كيميائي باستخدام طاقة كهربائية إذن في هذه التفاعلات سيكون لدينا تفاعلات كيميائية ولكن بعد تأثير طاقة كهربائية خارجية عليها كيف تعمل هذه الخلايا؟ عن طريق استخدام طاقة كهربائية تيار مستمر أو مولد للتيار الكهربي لإتمام حدوث تفاعل أكسدة واختزال غير تلقائي لماذا سمي غير تلقائي؟ لأن درسنا فيما سبق أن التفاعلات التلقائية تحدث مباشرة بمجرد ما أحط المواد مع بعضها البعض يحدث تفاعل أكسدة واختزال وينتج طاقة كهربائية ولكن في الخلية الألكترو كيميائية سيحدث العكس يجب أن أضع مادة تيارا كهربيا أفرضها على هذه المواد التي موجودة في الكأس لدي ليحدث بينها عمليتي الأكسدة والاختزال ما فائدة الخلايا الألكتروليتية؟ من استخداماتها طلاء الأجهزة الطبية والأدوات المنزلية بالفضة نحن نعلم أن هناك أجهزة طبية نستخدمها في حياتنا يومية لقد ذهبت إلى عيادة طبيب الأسنان ورأيت الأجهزة جميعها مطلية بمادة تشبه الكروم أو الفضة أو النيكل هذه المواد أو كذلك أدواتنا المنزلية الملاعق الشوك السكاكين إما أن تكون مطلية بالذهب أو مطلية بالفضة أو مواد أخرى لا تتأكسد وطلاء المجوهرات بالذهب وطلاء أجهزاء السيارة بالكروم وكذلك إعادة شحن البطارية بعد فراغها من الكهرباء إذن هذه استخدامات الخلايا الألكتروليتية عمليات الشحن هذه هي عمليات أساسية سندرسها بكل التفصيل خلال حلقة اليوم وإن شاء الله في الحلقة القادمة أولا ما هو الفرق بين الخلية القلفانية أو الخلية الفولتية والخلية الألكتروليتية ما الفرق فيما بينهما؟ أولا من ناحية التعريف الخلية الفولتية تنتج تيارا كهربيا نتيجة لتفاعلي أكسد واختزال فإذن أنا أضع المواد مع بعضها البعض تتفاعل تنتج تيارا كهربيا تولد هذا التيار تحرك سيارة تعمل بإضاءة مصباح تحرك مؤشر فولت ميتر إلى آخره ولكن في الخلية الألكتروليتية نتيجة لتيار كهربي يحدث تفاعلي أكسد واختزال إذن سأفرض تيارا كهربيا خارجيا على الخلية ليحدث تفاعلي الأكسد والاختزال لاحظ عزيزي الطالب أن التفاعل عند الأند في كل الخليتين هو تفاعل أكسد ما هو تفاعل أكسد هو تفاعل فقد الألكترونات إذن المادة الموجودة عند الأند دائما أبدا سواء في الخلية الأولى أو الثانية ستفقد الألكترونات ويحدث لها عملية أكسد طيب ما هي شحنة الأند في الخلية الفولتية بما أن التفاعل يحدث مباشرة تلقائي ستنطلق الألكترونات عبر الأند فلذلك سيحمل شحنة سالبة ولكن بالنسبة لخلايا الألكتروليتية سيحمل شحنة موجبة لأن الأند في المولدات الكهربية دائما يحمل الشحنة الموجبة كما درست في مادة الفيزياء التفاعل عند الكثد في كل الخليتين هو تفاعل اختزال أي تفاعل اكتساب للألكترونات إذن أي مادة موجودة سواء في الخلية الأولى أو الثانية ماذا يحدث لها عند الكثد؟ يحدث لها عملية اختزال أي عملية اكتساب ألكترونات ولكن شحنة الكثد ستكون موجبة في الخلية الفولتية لأنها تستقبل الألكترونات وسالبة في الخلية الألكتروليتية لأنها تعطي الألكترونات نوع التفاعل في الخلية في الخلية الفولتية سيكون التفاعل تلقائيا بمجرد ما أضع المواد ماذا يحدث؟ تتفاعل مع بعضها البعض وبالتالي تنتج تيارا كهربيا إذن التفاعل تلقائي بينما في خلية الألكتروليتية لا إنها تنتظر فرض تيار كهربي عليها المواد الموجودة لتعمل تفاعلات أكسدة واختزال وبالتالي التفاعل غير تلقائي أولا سندرس التحليل الكهربي لمصهور كلوريد الصوديوم كيف يحدث التحليل الكهربي لمصهور؟ كلمة مصهور تجعلني أتفكر ماذا أعني بكلمة مصهور؟ نحن نعلم جميعا أن كلوريد الصوديوم هو ملح الطعام هو الملح الموجود لدينا في المنزل عملية الانصهار هي عملية تحويل المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ماذا؟ ماذا؟ باكتساب كمية من الحرارة إذن في هذا التفاعل أنا سأحضر كلوريد الصوديوم ملح الطعام وسأضع عليه كمية كبيرة من الطاقة الحرارية لأعمل عملية انصهار أي تحويل من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة إذن حولت المادة إلى سائل المادة تحتوي على ماذا؟ على أيونات صوديوم وأيونات كلوريد لاحظ عزيز الطالب أن هذه الأيونات وهي في الحالة الصلبة ستكون متماسكة مع بعضها البعض بما أنها متماسكة إذن لن توصل تيار كهربي ولكن بمجرد تحويلها إلى الحالة السائلة فقد سمحت لها أن تتأين أن تبدأ ماذا؟ أن تأخذ مساحتها في الحالة السائلة قوة ترابط أضعف من الحالة الصلبة فلذلك ستتأين طيب أيونات الصوديوم بما أنها في الزاد ستفقد ألكترونات فتتحول إلى أيونات مجبة والكلوريد كما درسنا في الصف العاشر ستكون أيونات صالبة أين ستتجه؟ عند وضع تيارا كهربيا على هذه الأيونات من الطبيعي أن الأيونات الموجبة ستتجه إلى القطب السالب لنسترجع مع بعضنا البعض من هو القطب السالب؟ القطب السالب في الخلية الألكتروليتية هو الكاثد إذن أين ستتجه كاتيونات الصوديوم؟ ستتجه نحو الكاثد وستتحول أنيونات الكلوريد من ماذا؟ من المحلول أو من المصهور إلى ماذا؟ تتحول من المصهور إلى الأنود كما درسنا في ما قبل قليل الخلية الألكتروليتية موجبة وهي تحمل الشحنات السالبة بين الشحنات السالبة والموجبة قوة جاذب فطبيعي ستتجه نحوها وبين الموجب والسالب أيضا قوة جاذب فتتجه نحوها فإذن كاتيونات الصوديوم ستتجه نحو ماذا؟ ستتجه نحو الكاثد بينما أنيونات الكلوريد ستتجه نحو الأنود لنرى الآن ما هي الأهمية الاقتصادية لكل من السوديوم والكلوريد؟ لماذا أعمل عملية التحليل الكهربي وأفكك مادة مثل كلوريد السوديوم؟ لأن هناك أهمية اقتصادية لها هذه العمليات كلها تتبع الاقتصاد أنا أحتاج هذه المادة في حياتي اليومية إذن أعمل تجارب لعملية تفكيكها لنرى الآن الأهمية الاقتصادية للسوديوم أولا تستخدم في مصابيح بخار السوديوم تستخدم كمبرد في المفاعلات النووية إذن مادة السوديوم مادة مهمة جدا فهي تدخل في مصابيح ومبردات مفاعلات نووية وما هي الأهمية الاقتصادية للكلور؟ الأهمية الاقتصادية للكلور يستخدم هذا الغاز ذو اللون الأصفر المخضر لتعقيم مياه الشرب إذن مياه الشرب التي يتم تعقيمها من مياه البحر أو مياه الأنهار تعقم بماذا؟ بمادة الكلور وكذلك عندما تذهب إلى حمامات السباحة عزيز الطالب ستشم رائحة الكلور المستخدمة في عملية التعقيم وهو مادة أساسية في تكوين البوليمرات مثل بوليكلوريد الفينايل والمبيدات الحشرية المختلفة البوليمرات يقصد فيها هنا بوليكلوريد الفينايل وهو يستخدم في أنواع من البلاستيك الذي يستخدم يوميا في أكياس البلاستيك والمواد الأخرى المبيدات الحشرية تستخدم يوميا في بيوتنا وفي مدارسنا إلى آخر القضاء على الحشرات الخلية التي تستخدم لتحليل الكهرباء لمصهور كلوريد السوديوم هي خلية دونز خلية اخترعها العالم دون ما فائدتها؟ لنرى مع بعضنا البعض في الصورة هذه الخلية تستخدم مادة كلوريد السوديوم التي نضعها من الأعلى ثم يخرج السوديوم من الجن وكذلك يتصاعد غاز الكلور من الوسط ولكن ما فائدة هذه الخلية؟ أو كيف تعمل؟ تصميم هذه الخلية كما رأينا سابقا يساعد عند إضافة مواد جديدة بعد عملية التحليل الكهربي سأفقد الكلور كغاز وسأفقد السوديوم كمادة في الزية حرة طيب أنا أحتاج إلى المزيد من هذه المادة من السهل إضافتها لأن تصميم هذه الخلية يسمح بذلك وكذلك يسمح تصميم الخلية برفع درجة حرارة هذا المصهور وكذلك يقوم العلماء بوضع مادة تسمى الكريولايت إلى هذا المصهور لتقليل من درجة انصهار كلوريد السوديوم نحن نعلم من الصف العاشر أن المواد المرتبطة في الرابطة الأيونية يكون بينها قوة ترابط كبيرة جدا فتحتاج إلى طاقات عالية لكسر هذه الروابط ولذلك تكون درجة انصهار كلوريد السوديوم عالية جدا تفصل النواتج مع بعضها البعض سنجد أن فلز السوديوم فلز خفيف كثافته أقل من كثافة مصهور كلوريد السوديوم وبالتالي سيكون على سطح هذا المصهور فتسحب إلى الخارج غاز الكلور سينتج ولذلك حتى لا يتحد مرة أخرى الكلور مع السوديوم يقوم العلماء في خلية دونز بسحب هذه المادة مباشرة إذن نواتج التحليل الكهربي في خلية دونز هي غاز الكلوريد في لز السوديوم الخفيف الذي يطفو على سطح المصهور كما رأينا هذه الخلية يجب أن تتعرف على أجزائها عزيز الطالب قد تسأل عنها في الامتحان الآن ما هي التفاعلات الكيميائية في خلية دونز طبيعي يجب أن نعرف بما أنها خلية تحليل كهربي إذن هناك تفاعلات عند الأند وتفاعلات عند الكثد التفاعلات عند الأند دائما تفاعلات نعم أكسدة والتفاعلات عند الكثد دائما تفاعلات اختزال المادة الموجودة هي مصهور لكلوريد السوديوم أي أن الأيونات أصبحت حرة إذن هناك أيونات سوديوم موجبة وأيونات كلوريد سالبة من سيفقد الألكترونات؟ الذي سيفقد الألكترونات هو الكلوريد السالب فسيتجه نحو ماذا؟ الأنود الموجب فلذلك سنرى في المعادلة الأولى أن كلوريد أيونين من الكلوريد سيفقدان ألكترونان وبالتالي يتحدان فيما بعضهما مكونان غاز الكلور إذن الكلور السالب أيون الكلوريد سيفقد ألكترون ويتحول إلى غاز الكلور المتعادل ويتصاعد خارج الخلية عند الكثد تحدث عملية اختزال أي عملية اكتساب ألكترونات من سيحتاج هذه الألكترونات؟ من الطبيعي في مصهور كلوريد السوديوم السوديوم كاتيون السوديوم الموجب سيحتاج إلى ألكترونات ليتحد معها ليكون مادة السوديوم الفلزية لنرى هنا في المعادلة عند الكثد 2NA موجب زائد 2 ألكترون سينتج فيلز السوديوم كما تعلمنا سابقا التفاعل النهائي هو بجمع معادلتي الأكسدة والاختزال وأولا يجب عليك حساب ماذا؟ عدد الألكترونات المفقودة والمكتسبة إذا كانت متساوية فإذا تجمع مباشرة إذا لم تكن متساوية تقوم بضرب المعامل بحيث تكون عدد الألكترونات المفقودة مساوية لعدد الألكترونات المكتسبة في التفاعل النهائي في خلية دم سيكون مصهور كلوريد السوديوم انظر لقد وضعه لكود أي تحول إلى الحالة السائلة سيتفكك إلى ماذا؟ إلى فلز السوديوم وغاز الكلور إذن هذا أول تطبيق درسته عزيز الطالب للخلايا الألكتروليتية الخلايا الألكتروليتية هي خلايا يتم فيها ماذا؟ فرض تيار كهربي خارجي لتحدث عمليتي الأكسدة والاختزال لقد كانت لدي مادة متماسكة وهي مادة كلوريد السوديوم تفككت إلى ماذا؟ إلى سوديوم وكلوريد فإذن أنا قمت بتحليل هذه المادة لقد أحضرت في أول تفاعل مصهور لكلوريد السوديوم أي حولت المادة الصلبة إلى سائلة بزيادة الحرارة عليها الآن هل هذه جميع أنواع التفاعلات التي تحدث في الخلايا الألكتروليتية؟ لا طبعا أول نوع من التحاليل الأخرى التي يجب أن تعرفها عزيز الطالب هي التحليل الكهربي للماء كيف يتحل الماء كهربيا؟ ماذا يحدث؟ انظر إلى هذا السؤال ماذا يحدث؟ عندما يوصل تيار كهربائي بقطبين مغمورين بالماء النقي ماذا أقصد بالماء النقي؟ الماء النقي هو الماء بدون أي مواد أخرى بدون أملاح، بدون شوائب، بدون أي شيء ماء أجتوء فقط، لقد وصل تيارا كهربيا قطب سالب وقطب موجب، ماذا يحدث؟ لا يحدث شيئا لن يوصل تيار الكهربي، ولن يتحلل الماء إذن ما هو العنوان؟ العنوان التحليل الكهربي للماء، كيف سأحلل الماء كهربيا؟ إذا أنا أقول إنه لن يتحلل، الهيدروجين سيظل متحدا بالأكسجين ولقد وضعت هنا أسلاكا كهربية مع هذا الماء إذن ماذا أفعل لأقوم بعملية التحليل الكهربي؟ هناك أنظر السؤال الثاني ماذا يحدث عند إضافة قطرات من حمض الكابريتيك المخفف إلى الماء النقي؟ إذن لقد وضعت حمضا مخففا خفيفا نقطة قطرات ممكن تكون قطرة واحدة إلى هذا الماء ماذا سيحدث؟ لنرى مع بعض البعض الذي سيحدث عند الأنود كما تعلمنا سابقا الأنود هو ماذا؟ هو القطب الموجب العناصر المتوفرة لعملية الأكسدة الأنود تحدث عملية أكسدة وهو قطب موجب إذن سأبحث عن الأيونات ماذا؟ السالبة الموجودة في المحلول أنيون الكابريتات والماء إذن لأن وضعت حمض الكابريتيك فهناك أنيون الكابريتات وكذلك يوجد الماء فهناك جهد اختزال سأضع قيم جهود الاختزال من سلسلة جهود الاختزال القياسية التي درسناها في الحلقات السابقة لنرى ما هي القيم قيمة جهد اختزال أنيون الكابريتات هو 2 فولت وقيمة جهد اختزال الماء 1.23 فولت عملية الأكسدة عند الأنود ماذا يحدث؟ الذي جهد اختزاله أقل يتأكسد أولا ممتاز الذي جهد اختزاله أقل يتأكسد أولا إذن من سيتأكسد؟ إذن العنصر ذو الجهد الاختزال الأقل يتأكسد أولا من سيتأكسد؟ حسب ذلك الماء سيتأكسد أولا عند الأنود عزيز الطالب يجب أن تحفظ معادلة أكسدة الماء وكذلك جهد اختزالها معادلة أكسدة الماء وجهد اختزالها القيمة إذن الماء تشتؤه سيتأكسد أن يتفكك إلى غاز الأكسجين وأربع كاتيونات من الهايدروجين وأربع ألكترونات إذن عملية أكسدة الماء ستنتج ماذا؟ أربع ألكترونات وأربع كاتيونات هيدروجين وكذلك يتصاعد غاز الأكسجين طيب ماذا يحدث عند الكاثد؟ الكاثد أيضا؟ كما تعلمنا سابقا هو القطب ماذا؟ الموجب بما أنه القطب الموجب ستحدث دائما أبدا عنده عملية الاختزال سأبحث عن الأيونات التي ستتجه نحو قطب الكاثد بما أنه قطبا سالبا إذن سأبحث عن الأيونات الموجبة ما هي العناصر المتوفرة للاختزال؟ أيضا سيكون الماء وكاتيون الهايدروجين لقد تعلمنا من سلسلة جهود الاختزال سابقا أن كاتيون الهايدروجين سيكون جهد اختزال ماذا؟ السفر حسب نظام الأيو باك بينما جهد اختزال الماء سيكون minus point four two طيب ماذا يقول؟ عند الكاثد عملية اختزال وجهود اختزال الذي جهد اختزال أعلى سيحدث له ماذا؟ عملية اختزال أولا بعكس عملية ماذا؟ الأكسدة الأكسدة الذي جهد اختزاله أقل سيتأكسد أولا هنا الذي جهد اختزاله أعلى سيختزل أولا لنرى الآن الصفر و minus point four two من هو أعلى؟ الصفر طبعا سيكون أعلى وبذلك سيكون جهد اختزاله ماذا؟ سيكون هو من يحدث له عملية اختزال عند الكاثد إذن العنصر ذو الجهد الاختزال الأعلى يختزل أولا كاتيون الهايدروجين سيتحد مع الكترون واحد وسينتج نصف مول من غاز الهايدروجين ولكن كما قلنا سابقا يجب أن يكون عدد الالكترونات المفقودة مساويا لعدد الالكترونات المكتسبة من يتذكر ماذا حدث؟ لنسترجع مع بعضنا البعض في عملية الأكسدة هناك أربعة ألكترونات مفقودة إذن في عملية الاختزال يجب أن يكون هناك ماذا؟ أربعة ألكترونات مكتسبة إذن سأحتاج أن أضرب هذه المعادلة بأربعة حتى يتساوى عدد الالكترونات المفقودة بعدد الالكترونات المكتسبة لقد دهمنا الوقت في هذه الحلقة ونحن سنحتاج أن نعرف ما هي نواتج التحليل الكهربي للماء سنتعرف على كل ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع تمنياتنا لكم بالتوفيق ونراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة